اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة التي صنعها معي الله العلي حسن عندي ان اخبر بها اياته ما اعظمها وعجائبه ما اقواها ملكوته ملكوت ابدي وسلطانه الى دور فدور فبيقول حسن عندي ان اخبر بها بها اللي هي ايه الايات والعجائب يعني هو كاتب الاصحاح ده او كاتب الرسالة بتاعت النهاردة علشان يخبر باياته عجائب الله العلي انا نبو خزنصر كنت قد كنت مطمئنا في بيتي وناضرا في قصري ناضرا يعني ايه يعني عملية مزهزهة يعني حلوة كده يعني جميلة رأيت حلما فروعني والافقار على فراشي ورؤى رأسي افزعتني فصدر مني امره باحضار جميع حكماء باب القدامي ليعرفوني بتعبير الحلم عدد سبع حينازا حضر المجوز في الصحر كالدنيون والمنجمون وقصص الحلم عليهم فلم يعرفوني بتعبيره اخيرا اخيرا دخل قدامي دانيال الذي اسمه بلتشصر كاسم الهي والذي فيه روح الالهة القدوسين فقصص الحلم امامه عدد تسعة يا بلتشصر داميلي بيتكلم ها نبو خزن بقول له يا بلتشصر كبير المجوز من حيث اعلم ان فيك روح الالهة القدوسين ولا يعصر عليك سر فاخبرني برؤى حلمي الذي رأيته وبتعبيره فهو بيكلم دانيال المراضي ازاي واحد من المجوزيين ازاي المراضي اللي فاتت هو بيكلمه المراضي بصفة خاصة ان ربنا مش الملك اللي رأى دانيال لكن ربنا رأى دانيال في عينين الملك وخلاه يحس ان فيه ايه روح الالهة القدوسين بتعبير الملك طبعا وهي المنصد بيها روح مين روح الله طبعا فعدد عشرة رؤى رأسي على فراشي هي اني كنت ارى فاذا بشجرة في وسط الارض وطولها عظيم فكبرت الشجرة وقويت فبلغ علوها الى السماء ومنزرها الى اقصى كل الارض وأوراقها جميلة وسمرها كثير وفيها طعام للجميع وتحتها استظل حيوان البر وفيها اخصان سكن الطيور السماء وطعم منها كل البشر في عدد 13 كنت ارى في رؤى رأسي على فراشي واذا بساهر وقدوس نزل من السماء فصرخ بشدة لما يقول بساهر وقدوس نزل وصرخ بشدة بيتكلم بصغط المفرد ولا الجامع انا عايزكم تتعلموا الحتة دي بصغط ايه طب هو ساهر وقدوسهم اتنين ولا واحد واحد هو في العبري كده سواعي لما يحط حرف الواو مش بيضيف حاجة على حاجة لكن حاجة بيوصفها بالكلمة اللي وراها ودي بيطلوت ناس كتير في الانجيل فهو ساهر وهو ايه وهو قدوس هو عايز يقول في الانجليز يقول لك واتشر او يعني مراقب او واحد منتبه يعني فهو طبعا ملك نزل من السماء اكيد يعني فصرخ بشدة وقالها كذا اقطعوا الشجرة واقدبوا اخصانها وانصروا اوراقها وبزروا صمرها ليهرب الحيوان من تحتها والطيور من اخصانها يعني الشجرة شجرة بهدلت شجرة بهدلت ما عادش لها فايدة لا الحيوان ولا الطير ولا لها فايدة راحت ضاعت لكن ضاعت خالص انت بشوف الباقي ولكن اوه فيه هنا كلمات صغيرة في الانجليز حط عليها دايرة اه زي المرة اللي فاتت علقتلكو على كلمة كده ها كانت ايه اخي فاكرين وإلا لما قالوا ان يوجد الهنا انقذنا من النار وإلا يعني حتى ولو مش هنقذنا من النار احنا ايه برضو مش هنعبد فهنا قال لهم اعملوا قطعوا بهدلوها واعملوا في الشجرة كذا وكذا وكذا ولكن لكن يعني ايه لا فيه حاجة فيه حاجة اصطب هنا يعني فيه لمت فيه مراحم بقية من الله دا بقى العجب الله لا يخضب الى الابد فيه مراحم على الشجرة دي فقال ولكن اتركوا ساق ساق اصلها في الارض وبقيد من حديد ونحاز في عشب الحق وليبتل بندى السماء وليكن نصيبه مع الحيوان في عشب الحق حد لاحظ تغيير في الاسلوب في الكلام احنا كلنا بنتكلم علي الشجرة مش كده لو احنا ماشيين بنتكلم على الشجرة كانت الكتابة تبقى ازاي حد يقول لي لو كله ماشى على الشجرة كانت تبقى كتابة ازاي كان يقوله تركوا ساق اصلها في الارض وبقيد من حديد ونحاز في عشب الحق والتبتلة مش ليبتلة مش كده تبتلة بنصيب بندى السماء وليكن نصيبها مش كده مش كده مش كان يقول كده كان يقول ايه لو كان بيتكلم عن الشجر هيقول ايه ليكن نصيبها مع الحيوان في عشب الحق لكن هنا قال لي يكن ايه نصيبه دي نصيبه ده هنا بقى هنا الالق كله ما هي يعني نبوخ نصر لو شاف شجرة كبيرة وشجرة جميلة وجه واحد من السماء قال له اطعوا الشجرة ورموا الشجرة وحرقوا الشجرة طب اي يعني ما حصل كتير يعني يجرى اي يعني شجرة حلوة وقطعوها لكن المقلق في الكلام ان صيغة الكلام بتاع الساهر القدوس اللي نزل من السماء انه قلب من الكلام على الشجرة الى شخص الى شخص فالخوف فالخوف والقلق مين هو الشخص اوعى يا رب اكون انا ادى اللي افزع نبوخ نصر مش كده فهو شاف الحلم هو اللي تتقطع مش الشجرة ده اللي تقطع مين تشخص بمملكته مش كده فانا اقل ايه اقل ليكن نصيبه مع الحيوان في عجب الحق ليتغير قلبه عن الانسانية وليعطى قلب حيوان دي بهدلة بهدلة كبيرة ولتمضي عليه سبعة ازمنة ازمنة عن السنين هذا الامر بقضاء الساهرين والحكم بكلمة القدوسين لكي تعلم الاحياء ان العلي متسلط في مملكة الناس فيعطيها من يشاء وينصب عليها ادنى الناس طبعا كلمة الساهرين والقدوسين تفقرك لما كان بيقول روح الاليها الايه القدوسين فهو كان الامميين يتكلموا عن الاليها جامع وفكرين انهم كتار يعني تعدد الاليها لكن في العبري برضو لما يتكلم عن الله يتكلم بصفة الجامع ولكن الجامع ليس من جهة التعدد ولكن من جهة التعظيم فلما فلما يقول يهو الله يقول في العبري يهو الهيم والهيم ترجمتها الهة يعني يهو الالهة لو ترجمت حرفيا لكن هي مش مقصود بها الالهة هو مقصود بها يهو الله العظيم يهو الله العظيم فهنا بيقول ان الساهر القدوس اللي نزل من السماء وقال هذا القضاء هذا الامر بقضاء الساهرين بقضاء مين الله الساهر والحكم بكلمة القدسين والحكم بكلمة القدوس لكي تعلم الاحياء ان العلي متسلط في مملكة الناس فيعطيها من يشاء وينصب عليها ادنى الناس هذا الحلم رأيته انا نبوخذ نصر ده نبوخذ نصر بيكلم مين دانيال هو في الاول بعت رسالة دي للكل وبيحكي بها اللحظة فبيكلم دانيال بيقول له هذا الحلم رأيته انا نبوخذ نصر اما انت يا بلت شصر فبين تعبيره لان حكماء مملكتي لا يستطيعون ان يعرفون بالتعبير اما انت فتستطيع لان فيك روح الاليها القدسين كم مرة دلوقتي يقول فيك روح الاليها القدسين دي تالت مرة حين اذن تحير دانيال الذي اسمه بلت شصر ساعة واحدة يعني وقف منزهل لمدة ساعة تخيل كده واحد وقف قدام الملك الملك قال له انا حلمت كذا كذا التاني وقف اندهش ليه واضح ان دانيال ايه فاهم ها الرسالة صعبة رسالة صعبة هنازم تحير دانيال الذي اسمه بلت شصر ساعة واحدة وافزعته افكاره افزعته افكاره اجاب الملك وقال يا بلت شصر لا يفزعك الحلم ولا تعبيره فاجاب بلت شصر وقال يا سيدي الحلم لمبغديك وتعبيره لأعاديك يعني بيقوله ليت الحلم المبغديك وتعبيره لأعاديك يعني يقوله ايه ام سوري كان نفسي ان الحلم ده يبقى لأعدائك لأنه حلم وحش عشرين ابتدبع من هنا شوف تفسير الحلم وشوف عظم الدنيال حي حي الشجرة التي رأيتها التي كبرت وقويت وبلغ علوها الى السماء ومنزرها الى كل الارض وأوراقها جميلة وصمرها كثير وفيها طعام للجميع وتحتها سكن حيوان البر وفيه اخصانها سكن الطيور السماء انما هي انت يا ايها الملك يا دي المصيبة فهلا المصيبة ماهل لو شجرة دي كانت استمرت على طول كان يقوله اشكرك دانيال لكن ده لسه باقي الشجرة الشجرة اتبهدلت والشجرة طلعت انها بتدل على واحد هيروح مع الحيوانات سبع سنين وعمليها صعبة لكن انا عايزك تشوف هنا عظم الدانيال انه انه شاهد دانيال وعظم دانيال انه شاهد للحق بلا خوف وبلا مواربة يعني ايها المالك المالك الناس قال قال له انت هتتطرن من المملكة وتخسر الادمية بتاعتك وتكون سكناك مع حيوان البر ويطعمونك لعجب كالسيران ويبلونك بنادى السماء فتمضي عليك سبع ازمنة سبع ايه سنين حتى تعلم ان العلي متسلط في مملكة الناس ويعطيها من يشاء يعني كل الدراما دي علشان ابو خذ نصر يقر في داخله ان مين اللي له السلطان الله انه يقر بعظم السلطان الله وحيث امروا بترك ساق اصول الشجرة فان مملكتك تثبت لك عندما تعلم ان السماء سلطان يعني ايه السماء سلطان يعني ايه السماء سلطان شوف عايز ادقوا قاعدة او مفتاح من مفاتيح فهم الكتاب المقدس لما تيجي كلمة السماء او ملكوت السموات او مملكة السموات احيانا بيبقى المقصود بها الله احيانا او في الغالب بيبقى مقصود بها الله نفسه فما بيقول لان السماء سلطان معناها ان الله الساكن في السماء هو لليه السلطان لذلك ايها الملك فلتكن مشورتي مقبولة لديك وفارق خطيك بالبر واسامك بالرحمة المساكين لعله يطال اتمنانك فقال له مشورتي رأي الشخص بقى هنا دنيال بيقول له هذا التفسير اللي دوني رأي الشخص في الظروف اللي زي دية يا جلالة الملك انت محتاج تتوب والتوب توب عملية انك انت تعمل البر والبر في كتاب المقدس مع النهر الرحمة تعمل الرحمة عشان كده تلاقي ايه برضو زي ما قلتلك في العبري ايه 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 فارق خطيئك بالبر واسامك بالرحمة يعني فارق خطيئك بالبر وفارق اسامك بالرحمة اللي هي برضو ايه البر خطيئة هي الاسم والبر هو والرحمة عند نهاية اثنتا عشرة شهرا يعني فات كم بعد الحلم سنة سنة يا نبو خز نصر وانت شايف هذه الرؤية وشايف التفسير بتاعها والرؤية وتفسيرها ده عبارة عن ايه من الله ها عبارة عن انذار والانذار عبارة عن ايه من الله محبة 12 شهر وربنا بعث لك الرسالة مش عايز تتعلم فبعد 12 شهر كان تمشى على قصر مملكة بابل الشرفة يعني واجاب الملك فقال اليست هذه بابل العظيمة التي بنيتها لبيت الملك بقوة اقتداري وجلال مجدي اليست هذه بابل العظيمة التي بنيتها لبيت الملك يعني عاصمة المملكة بقوة اقتداري ولجلال مجدي ده واضح فيها ايه ده واضح فيها ايه كبرياء وعظمة ما خلاش ربنا في فكره ما خلاش ربنا في في تأديره ما خلاش ربنا في اعتباره فكل حاجة انا اللي عملته انا اللي عملته فبيقول بقوة اقتداري قوة اقتداري يعني ايه يعني بقدرتي والايه كمان دي بية ولي والجلال مجدي يعني انا عملها بوتي وعملها المجدي يعني بفيش ربنا مش في الموضوع خالص ربنا ما اوقش ما بيتمجدش ربنا هنا العظمة والافتخار الايه الكازم دع نبو خزنصر دع والكلمة بعد في فمه والكلمة بعد في فم الملك الكلمة بعد في فم الملك وقع صوت من السماء قائلا لك يقولون يا نبو خزنصر الملك ان الملك قد زال عنك ويطردونك من بين الناس وتكون سكناك مع حيوان البر ويطعمونك العشب كالسيران فتمضي عليك سبعة ازمنة حتى تعلم ان العلي متسلط في مملكة الناس وانه يعطيها لمن يشاء دع حصلت مع واحد ملك في في عمال الرسل حد عرفها كان هيرودس بيتكلم وبعدين قالوا له ايه طلع كده عمال 12 عدد 21-23 فصرخ الشعب هذا صوت اله لصوت انسان ففي الحال ده بتفقرك في دانيال يقول ايه والكلمة لازالت في فمه في الحال ضرباه ملك الرب لانه لم يعطي المجد لله المجد ليك يا رب فصار يأكله الدود ومات صار يأكله الدود ومات هيرودس الزار كان استنفذ مراحم ربنا لكن نبوخذ نصر كان ربنا يعطي له لسه فرصة في عدد 33 دانيال 4-33 في تلك الساعة تم الامر على نبوخذ نصر فطرد من بين الناس وأكل العجب كثيران ده يبقى فعلا حصل له لوصة عقلية مش كده ابتدى يأكل عجب وده مش لوصة عقلية وبس ده الطبيعة بتاعته الداخلية تغيرت من إنسان إلى حيوان لانه قال له بدل قلب إنسان هدي له قلب إيه هدي له قلب حيوان ده اللي بتعمله فيه الخطيئة على فكرة بتغير طبيعة الإنسان من بعد ما تبقى طبيعة إلهية ممسوحة بروحها الله إلى طبيعة حيوانية وأبتل جسمه من هذا السماء حتى طال شعره مثل النصور وأظافره مثل الطيور دي في عدد 33 راح المجد ضاع المجد بتاعنا بو خز نصر اللي ضاع المجد إيه اللي ضاع المجد الكبريان مين اللي ضاع المجده بهذه الصورة المرعبة لوسيفر شيطان 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 ضاع المجد وساب كبريان وعند انتهاء الأمر أنا نبو خز نصر رفعت عيني إلى السماء رفعت عيني إلى السماء حطت عليها خط أو ميد خط إن ده الحل الحل رفعت عيني إلى السماء يعني يعني ها اللجع اللي ربنا يعني آه آه رفعت عيني إلى السماء فرجع إلي عقلي ابتدت الأمور إيه كلها تتصلح وبارقت العلي وسبحت وحمدت الحياة للأبد لسلطان وسلطان أبد الملكوت ولا دور فدور وح وحسبت جميع سكان الأرض كل شيء وهو يفعل كما يشاء في جند السماء وسكان الأرض ولا يوجد من يمنع يده أو يقول له ماذا تفعل يعني هنا بيعترف بسلطان الله اللانهائي مش كده سلطان الله اللانهائي غير المحدود في ذلك الوقت رجع إلي عقلي وعاد إلي جلال مملكتي ومجدي وبهائي وطلبني مشيرية وعظمائي وتسبت على مملكتي وازدادت لي عظم كثيرة سبعة وثلاثين فالآن أنا نبو خز نصر أسبح وأعظم وأحمد ملك السماء الذي كل عماله حق وطرق عدل ومن يسلق بالكبرياء فهو قادر أن يزل موسيقى 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 موسيقى